ادانا قائد المقاومة الوطنية حراس الجمهورية العميد روكن طارق محمد عبدالله صالح للاسهداف الارهابية الجبان لسفن تجارية بالقرب من المياه الاقليمية لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة واكد العميد طارق محمد عبدالله صالح في تغريدة له على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر ان هذا العمل التخريبية يؤكد من جديد الدورة التخريبية لايران في المنطقة ومخاطر التهاون في تأمين المضايق والممرات الدولية ومنها مضيق باب المندب والبحر الاحمر من التهديدات الايرانية واذرعها من الميليسيات الارهابية